دلوقتي فقرت أنا والناس قريب من الناس كلمونا على الأرقام اللي هتنزل قدامكم على الشاشة وكمان هقرأ رسائلكم ولكن قبل ما ابتدي مع رسائلكم والاتصالات حاب أقول خبر مهم كان فيه والدة الطفلة مروة كانت بعدها استغاثة تعالوا أقول لكم إيه اللي حصل مع مروة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعلاج الطفلة مروة تامر محمد تواصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع والدة الطفلة ووجهت بتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفلة من بيتها بمركز البجور بمحافظة المنفية إلى مستشفى معهد ناصر لعلاجها على نفقة الدولة مع متابعة الحالة بصفة يومية وإرسال تقرير طبي بحالتها للرئيس يومي برضو ويأتي هذا التوجيه ضمن إعلان الرئيس إن عام 2018 هو عام ذوي الاحتياجات الخاصة وحيث أن الطفلة المذكورة من ضمن هذه الفئة التي توليها الدولة اهتماماً بالغاً وفور وصولها إلى مستشفى معهد ناصر كان في انتظارها فريق طبي من مختلف التخصصات حيث تم إجراء الفخصات والتحاليل الطبية اللازمة وتبين أن الطفلة تعاني من متلازمة داون مصحوبة بعدم ثبات ما بين الجمجمة والفقرات العنقية الأولى مع وجود ضغط على النخاء الشوكي وإصابة بالحبل الشوكي وما ترتب على ذلك من معاناتها من شلل جزئي بالطرفين السفليين وقامت المستشفى بإجراء الجراحة اللازمة لها بوسط فريق طبي على أعلى مستوى وهي الآن حالتها مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة الجديد بالذكر أن والدة طفلة كانت كانت ناشدة الرئيس الجمهورية للتدخل لعلاج بنتها من ذوي الاحتياجات الخاصة لحاجتها للتدخل جراحي سريع وضقيق لإجراء عملية تزبيت فقرات الرقبة نتيجة تأثر النخاء الشوكي وعدم قدرة الطفلة على الحركة مما أدى إلى معاناة يومية للأسرة وعدم قدرتهم على علاج بنتهم طيب أنا عايزة أقول لكم دلوقتي في الدقيقة اللي أنا وأنتم بنتكلم فيها مع بعض البنت لسه خارجة من غرفة العمليات يعني مروة لسه خارجة من غرفة العمليات فحاجة طبعا كويسة جدا أنه في حالات ما بتستحملش ما بتستناش في مبادرة دلوقتي أمر بيها سيادة الرئيسة عبد الفتاح سيسي أن كل الحالات الحرجة يتم علاجها فورا ما تستناش كل قوائم الانتظار تختفي كل اللي على قوائم الانتظار يتم علاجهم لأنه في مرض ما بيستناش في مرض ممكن أصبر عليه وفي مرض تاني ممكن ينهي حياتي ترجمة نانسي قنقر